تحياتي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بعد سباق طويب جدا لآخر أسبوع مع أرسينال أرسينال اللي قدم نسخة أفضل من الموسم الماضي استمر أكثر وظل يلاحق لكن فعليا منافسة فريق بدربه جوارديولا بالدوري موضوع كثير شاق موضوع أنا ما زلت مقتنع أنه أكثر بصعوبة من أنك تفوز بدوري أبطال أوروبا لأنه لما تحكي عن فريق في آخر 13 مباراة مثلا بتلقاه فايز 11 ومتعادل مع مين؟ مع اللي بنافسه أرسينال وليفربول هذه مش منافسة طبيعية ولا منافسة يحكم عليها بالمنطق يعني لما تيجي تشوف وتقول شو عمل أرسينال وكان لازم يعادله عشان يجيب الدوري اللي بجي يقول لك الهداف الفكرة أنه أرسينال مسجل أهداف أكثر من أهداف المتوقعة يعني حتى لو يجي هداف ممكن ما نشعر بذلك الفارق النقطي الكبير إحنا بالنهاية بنتكلم عن فريق محقق نقاط لو حققها في معظم نسخ لبريمير ليج ممكن يطلع فايز بألقاب الدوري كلهم مع عادة مرتين أو ثلاثة يعني إحنا بنتكلم إذا بتبعد عن سيتي جوارديولا بيكون رصيد أرسينال هذا بفوزك بالدوري بأريحية وبسهولة لكن المشكلة أنك بتلعب ضد جوارديولا نفس اللي صار مع ليفربول في الموسم التاريخي المذكور 2018-2019 لكن ربما حتى بقدر أقول أنه الغالبية اللي حضروا الدوريين تعاطفهم بهذا الموسم أكتر مع أرسينال مما كان تعاطفهم مع ليفربول في ذلك الموسم لأنه بتحس متوسط أداء أرسينال عبر الموسم قد يكون أفضل حتى من متوسط أداء السيتي لكن السيتي اللي بلش وغشنا ببداية عادية لكن شوية شوية بدون ما نشعر بالسنة الجديدة بلش يتحسن وشفناها بالنهاية بيعمل السلسلة الطويلة وحتى بدوري أبطال أوروبا لو لا ركلات الترجيح لربما يستنى يلعب المباراة النهائية شو الفرق بين الاثنين أرسينال والسيتي اللي ممكن أرسينال يعدلوا يعني متش تطلع على الإحصائيات على الأرقام أرسينال أرقام محترمة بتنحط على أي طاولة في البرمير ليجو بترفع راسك فيها أني بقدر أفوز هي ربما تفاصيل صغيرة يعني مثلا بتشعر أنه جودة استحواذ السيتي أفضل من جودة استحواذ أرسينال يعني السيتي بقدر يوصل الكرة للثلث الأخير وهو ممتلك الكرة أكثر من أرسينال بشوي فعشانك هتشوف أنه السيتي بيلعب 40% من وقت مبارياته بالثلث الأخير للخصم في حين 38% بس لأرسينال ربما التوازن بين الجهات الثلاث سيتي متوازن أكثر سيتي ما عنده جهة بتحسها غالبة في حين أرسينال عنده ثقل كبير كثير على اليمين هذا الشي مع الزمن بيخليك لما تواجه فريق قادر يعني يوقف هذا الجهة بيخليك تمشي المباريات بأقل لكن هذه تفاصيل فنية تكتيكية أعتقد مع الوقت أرسينال حيتعدل فيها ويتحسن لكن أيضا يعني دامنا بنحكي أنه بشكل طبيعي اللاعبين بروحوا للجهة اللي فيها ساكا وبيميل معه أوديغان ربما أرسينال أصبح بحاجة واضحة إما اللي ظهير أيصر بيكسب الثقة وبيخلي اللاعبين بيقدروا يميلوا عليه فبصير فيه توازن وتعدد مصادر خطر وربما بهذا التعدد كان إجا الجول تبعهم في أستون فيلا قبل ما أستون فيلا يتقدم عليهم لما هزمهم في ملعبهم وضيع الدوري عليهم ولو أرسينال تقدم في تلك المباراة لكسبها ولكننا اليوم منحتفل فيه بلقب الدوري يعني هي فعليا هي مباراة ربما في تلك المباراة أرسينال محتاج كلاعب إضافي عنده لمس إبداعية لعب إضافي على الموجودين موجودين ممتازين بس محتاجين لعب إضافي بيقدر يأثر بالنتائج تحليدا في الجهة اليسرى ربما مارتينيلي تروسارد قدروا شيله مباريات ومشيوا مباريات لكن الفريق محتاج شيء يكسب ثقة أكثر من الموجودين على الجهة اليسار سواء ظهير أو جناع يحدد أرتتا شو بده هذا ربما الفرق الأوضح بالنسبة إلي بين الفريقين خلال الموسم بس هون فعليا ما فيش فرق فيه واحد شال البداية كان ممتاز وواحد ثاني شال النهاية كان ممتاز وفرقة بينهم فيه مباراة واحدة فقط يعني اللعب ضد الستي أيضا عنده أصبح إرث تاريخي فالستي قاعد بيفوز بأريحية أكثر بعض الأحيان بدون ما يبدل نفس السرعة والأداء والضغط وكل هالشيء اللي كان يعملوا زمان لأنه الفرق صارت تنزل جاهز مجهز الدافع ضده فقوارديرا ما عاد حتى يدخل في معركة لا بدأفتك الكرة منهم وأجبرهم وكذا وأضغطهم صارهم ينزلين مضغوطين فعنده صار إرث تاريخي من التفوق عليهم أرسنال فعليا بها الموسمين بلش يبني هذا الإرث لأنه أندي لازم تصير تعرف لما تلعب مع أرسنال هي مضطرة الدافع مضطرة ما تقدم أحسن مبارياتها مضطرة ما تلعب بأسلوبها لأنه أرسنال بيقدر يغلبهم لو عملوا هيك بنتائج كبيرة هذا اللي زرعوا الستي بأذهان الخصوم وأرسنال مش عنده ففيه هنا تفوق ذهني ربما فرق بهذه المباراة اللي هي بينهم هي فعليا بينهم مباراة ولو أرسنال كان تفوق في إحدى المباريات بهذا التفوق الذهني لربما تغيرت كل الأمور حتى الآن أيضا ربما فيه شيء آخر عدد الأبطال في سيتي أكثر من عدد الأبطال في أرسنال وما بتكلم عدد الأبطال في مباراة كل لاعب كرة قدم ممكن يكون بطل في ليلة يعني ممكن أنا ينزولي مباراة حاسمة تيجي الكرة تضرب فيه وتدخل جول فبصير بطل تلك الليلة لا اللي بقصد فيه إنه عدد الأبطال اللي بيقدروا شيلوا الفريق فترة يعني أربع مباريات وربعات خمس مباريات وربعات شبنا في الفوديم شال ومشى هيك وراء بعض بتلقى دي بروين فجأة رجع أربع خمس مباريات تلقى بصنع فجأة دوكو بصير أربع خمس مباريات المهاري الذي لا يوقف نفس الشيء السنة الماضي بآخرها جريليش فجأة استيقظ وقندقان تك 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 وبتلقى لك رودري أربع خمس مباريات وراء بعض هالند أربع خمس مباريات وراء بعض فلن بتجي تطلع اللعيبة اللي عندهم العقلية والذهنية في الستي انهم يكملوا بدور البطل ممكن تطعوا ست لعيبة في حين فيز أرسنال ممكن ثلاث هذي بتفرق أيضا في الحسبة بس فعليا ما بتقدر تحكي انه أرسنال خسر الدور اللي منقدر نحكيه الستي جاء بالدوري الستي صنع التاريخ بأربع ألقاب متتالية الستي عمل شيء من عمل ببساطة لأنه في منظومة مذهلة عم بتنافسها الأندية الإنجليزية منظومة بإدارة قوية مصادر تمويل بنت صح من سنوات طويلة وأصبحت قوية الآن أيضا جودة حالية كأفراد وفوق كل ذلك مدرب عنده منظومة عظيمة فمنظومة وجودة وأجواء وبيئة وكله مع بعض هذه منافسة تقريبا يعني غير عادلة لمعام الأندية الإنجليزية طبعا هي طبيعية وعادلة قانونا لكن غير عادلة نظريا انه أنا كيبدأ نفسه هذا كيبدأ وقفه يعني فعليا بتشعر انه أصبح بعيد كثير عن معظم الأندية الموجودة والقلال اللي بيقدروا يجاروه والآن مثلا ليفربول جار شوي بس بالأخير ليفربول تلعب دوري هو بركض معاه دوري واحد وبعدين راح مدربه والآن حيروح صلاح وراح الثلاثي الستي بتحس انه جاء ولا كأنه تغير فيه معنه تغير اللعبة بس تحس كأنه فريق عادي وأمور مستقرة هذا قوة المنظومة هناك قوة الاستقرار هناك الأرسنال الآن عم بينافس ممكن السن الثالث تجيب الدوري ممكن الرابعة تلقاي نافس بسهل بيقدر يكون الخامس والسادس مجاريهم فمجارات الستيلي واحدها إرهاق مش بس مجارات إيجوارديولا نتكلم عن مشروع من 2008 هو كل شوي بياخد خطوة زيادة خطوة زيادة خطوة زيادة لعن ما وصل القمة الإنجليزية بإنجاز تاريخي أربع ألقاب دوري متتعليه والسنة الماضية كان في عندها ثلاثية تاريخية أيضا إذا منتكلم عن فريق عدى مرحلة إثبات الذات وإثبات نجاح المشروع منتكلم عن فريق بلش يحط أسس واضحة لتاريخ للأمام هيكون صعب يتقارن ويتنافس خصوصا على مدى الإنجازات المكثفة بسنوات قليلة فمنقدر نحكي إلا مبروك لجماهير منشستر سيتي هارد لك لجماهير أرسنال اللي فعلا ربما يكونوا شايفين فريقهم بطل الدوري لولا وجود السيتي وهذه هي مشكلة التفسيق وارديو ألا بالدوري نوصل هون لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستجرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته